الاردهام شامبانزي عادي تم أخذه من قبل القوات الجوية الأمريكية وتم تدريبه على الكثير من المهام وكان على قدر كبير جدا من الزكاة وكان سريع التعلم مقارنة بالآخرين لذلك قرروا إطلاقه في الفضاء وفي عام 1961 تم إطلاق الاردهام إلى الفضاء لدراسة تأثير الفضاء الخارجي على جسم الإنسان تم وضعه في كابسولة وأطلقه الصاروخ وصل ارتفاع الصاروخ لمتين اتنين وخمسين كيلو متر بعد الانطلاق حصل شق في الكابسولة أدى إلى زيادة الضغط جواها سببت مشكلة أدت إلى سقوط الكابسولة في المحيط الأطلسي وبعد 16 دقيقة نزل للقارب والقوات المكلفة للبحث عن الكابسولة استغرقت وقت كبير جدا لحد ما تم العفوة ولما لقوا الكابسولة اتفاجئوا إن هام لسه عيش إن اللحماء هي البدلة بتاعته ولقوا كمان كدمة في الأنف وإنه كان بيبتسم وتم نقله إلى حديقة الحيوان الوطنية بواشنطن لو عقبك الفيديو متنساش تدعمنا بلايك واشترك في القناة